نعمل إيه بقى؟ تعالوا نساعد أولادنا أنهم يعيشوا بالمعنى الحقيقي للحياة فنعمل إيه؟ أول حاجة تعالوا رب أولادنا عشان نقول بقى الخلاصة تعالوا رب أولادنا على حقيقة العبودية لله محدش يستعجل لو سمحته آه أولادنا يدركوا يعني إيه عبد لله؟ يدركوا أنهم عبيد لله يعني هناك من يملكهم وأنهم محبوبين من الله أهو ده معنى العبد؟ آه طبعا آه ده معنى العبد وإلا إيه معنى العبد إذا ما كانش أليس الله بكافر عبده؟ يبقى معنى العبد إن ده إحنا إنسان عبد لله يعني محبوب من الله مكرم من الله الله يدبر له حال فإحنا محمولين فالحياة مش عب الحياة نعمة آه فأول حاجة يفهمها ابني إن أنا عبد مكرم محبوب والحياة دي نعمة أقول لي ابني كده؟ آه تقول لي ابنك كده وهي قدر يفهم كده؟ بالعكس هو كان عايز يفهم كده وكان رايح يفهم كده لغاية ما أنت فهمته الفهم السابقة اللي أفسدت عليه رؤيته للحياة تاني حاجة لازم أفهمه أن الله خلقنا لأنه يحبنا واجعل لنا مقاصد في الحياة عشان نكتمع على محبته فإيه المقاصد دي؟ عبادة الله وعمارة الأرض والتسكية النفس ويقول له كده عبادة الله إن أنا أفضل على سلامة الله وعمارة الأرض إن أنا أفضل بتور وبنمي في الأرض والتسكية إن أنا أفضل نقي صافي زي ما أنا اتولدت زي ما ربنا جابني إلى الدنيا دي وأرسل والله سبحانه وتعالى ما تركناش ده أرسل لنا إيه؟ حد يكون سند لنا وحبيب لنفسنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا أكتر من نفسنا فأرسل لنا هدية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهدا والله سبحانه وتعالى يعرف حضرة النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأرسله عشان ياخد بأيدينا ويعلمنا إزاي نكون عبيد لله وإزاي نحيا الحياة السعيدة الحياة الطيبة فنتعلم إن الحياة الطيبة هي الحياة اللي بنعيشها برحمة ربنا وبخير وبجمال نعلمهم كده تالت حاجة نعلمهم إن الحياة نعمة والحياة واسعة لإنها نعمة الواسعة سبحانه وتعالى وربيهم على رؤية النعم والفرح بيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون نعلمهم من رؤية النعم ونعمل لهم تدريبات على رؤية النعم كمان ربنا حاجة نعلمهم إن حياتنا ليست بنا حياتنا مش بنا فلذلك أنا لم ألاقي الحاجة تقيل علي أعمل اللي علي وربنا هو اللي بيدير الحياة كلها فأنا أعمل اللي علي وأكتهد وأبزل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنوا طب إذا اتقنت عملي الله سبحانه وتعالى يجبرك ويحقق لك فوق ما تريد فإحنا مش بنصنع الحياة ولا الأحداث هي اللي بتصنع حياتك إحنا بنعيش الحياة وأمان قلوبنا هو الله تعال جل وعلا وهو اللي بيدبر لنا حياتنا كلها خامس حاجة نربي أولادنا إنهم يكون عندهم أحلام كبيرة لأن الله سبحانه وتعالى لأن الأمل في الله من حسن الإيمان ودايماً بقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاماً كبيرة اجعلوا أولادكم ينظروا في مهارتهم على إنها نعمة من الله وشجعوهم على استثمارها ربوا أولادكم كمان رقم ستة ربوا أولادكم وهم بينجزوا في الحياة إن الإنجاز مش غاية في حد ذاته علموهم إن الإنجاز والسعي وتحقيق الإنجاز بيكون من أجل القيم من أجل معنى لأن المعنى هو الحياة وإذا فقد الإنسان المعنى فقد الحياة ولو وجد الإنسان المعنى عاش ولو بعد الموت في ناس كتير عاشوا بعد الموت عشان عاشوا المعنى وأنا بقول دايماً اللي بيعيش معنا بيفضل معنا ما بيفرقناش علموا أولادكم ده ودوة هيغير معنى الحياة عندهم واتبصوا تلاقيهم لا بيخافوا من الحياة ولا بيوقفوا في الحياة ولا بيتعطلوا ولا كمان بيكتائبوا ولكن الحياة تبقى فرصة منهم فرصة ليهم عشان يسعدوا ويتهنوا لأنهم في حضرة المنعم سبحانه وتعالى